السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا له يوم الخميس 28 تشرين الثاني نوفمبر القمر طبعا موعد بث الحلقة ما زال موجود في الميزان ورح يظل موجود في برج الميزان لغاية بعد منتصف هاي الليل اللي هي الاربعاء الخميس يعني الساعة 12 وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل بعدها بده ينتقل القمر لبرج العقرب ورح يظل القمر في برج العقرب لغاية الساعة 11 و52 دقيقة ظهرا ظهر يوم السبب بتوقيت جرينج إذن حلقتنا اليوم عن القمر لما ينتقل لبرج العقرب القمر الآن موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 5 و22 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج عصر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي اسمها قلب العقرب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة طبعا إحنا الآن بما أن القمر ما زال موعد بث الحلقة موجود في برج الميزان إذن إحنا في فترة خلو مسار مستمرة لغاية الساعة 12 و20 دقيقة بعد منتصف هاي الليل اللي هي الأربعاء للخميس هذا بيعني أنه هذا الوقت من الآن وحتها منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل بتوقيت جرينج لا يصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 12 و20 دقيقة منتصف الليل بيصير بعد منتصف الليل بيصير القمر في العقرب وتوقعتنا اليوم عن العقرب وجود القمر في العقرب خلال هذا اليوم أم نعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا بنكره يا بنتقرب يا بنبعد يا بنتواصل مع الغير يا بنقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فيمكن أن ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو شراء منزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وعننا زاويتين اليوم أول زاوية هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون بعد الانتقال مباشرة بعشرين دقيقة الساعة 12 واربعين دقيقة فجرا تعتبر بتوقيت جرينيج بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا طبعا زي ما حكينا بالزاوية مع بين القمر وبين بلوتو تأثيراتها من الان موعد باث الحلقة ورح تستمر لا تقريبا ما قبل الظهر بقليل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي ذروتها الساعة 11.48 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بتسبب منها نوع من أنواع الخصومات ما بين النساء تحديدا ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة هذا التحول مضير جدا وخصوصا لصحة النفسية طبعا هاي زاوية تأثيراتها طيلة اليوم طيلة النهار تحديدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلا إذا كانت اضطرارية الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج لحليل الغداد التناسلية المبايد لفروستاتا عضم العانة والجينات هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم نحاول إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادة راجع الطبيب ونحاول أنه ما نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا الإضطرارية أما إذا كان يعني باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزايد بالليزر أو الطرق التقليدية للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر أي يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه استقر في برج العقرب خلال هذا اليوم معناته خلق المسار القادم بيكون يوم السبب بيبدأ الساعة 6 و 18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة 11 و 12 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال الآن عمره 26 يوم الساعة 31 و 34 دقيقة فجرا بتوقيت جرينج بنبدأ باليوم السبعة وعشرين نسبة الإضاءة 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21 و 12 سعيد بنسبة 15% القمر في العقرب إلى يوم 30-11 منتحس الآن بنسبة 10% ساعة الصباح سعيد بنسبة 15% عطارد في القوس بيتراجع حتى يوم 15-12 منتحس بنسبة 60% الزهرة في الجدي حتى يوم 17-12 سعيد بنسبة 45% المريخ في الأسد حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% عبلوتو في الدلو حتى يوم 4-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تعالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء استشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور اليوم بانصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ولكن عندك تحافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك لأن القمر موجود مقابلك طاقتك ضعيفة واستفزازك سهل وحاول أنك ما تعرض لقاءاتك للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الحزن أو تشعر بالظلم أو القاهر أهم شيء أنك ماتي أسكون صبور برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصة كافية من الراحة وما تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء وما تتشبث برأيك واستمع لآراء الآخرين بهدوء وروية وما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف أو معاملة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم خلال هذا اليوم عاطفياً مالياً وممكن تنجحه في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح قصص وقت لعائلتك أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة كل المسائل وللتواصل مع المحيط برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم تنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص اليوم ممكن يغير سكنه أو يغير ديكور بيته أو يتميلوا للتقارب من أفراد العائلة أو مديد العنلة لهم ممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة بدك تكون حذر جداً وما تعصب هذه فترة متوترة جداً ممكن تضطر للإهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم شيء أنك ما تهمل صحتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطه بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا اليوم بظل مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هذه فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالروية والحكمة والموضوعية وبيدعوك الجولة التكلم والتعبير عن عواطفك بوضوح وبرضو بإمكانك أنك توضح أفكارك منكم أشخاص ممكن يروج لشيء معين أو يسمع خبر سار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي وهذه الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم مش إنك تتفاعل بالخير وانطلق وإسعى للوفاق والحلول الوسط لطف الأجواء وحسن علاقاتك اليوم كل إنشغلاتك رح تكون على الصعيد المالي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أنتم نشطون اليوم عندكم حيوية وبينجذ بلكوا أفراد من الجنس الآخر بما أن القمر صار موجود عندكم بادروا لخطوة جديدة من شأنها ندعم من مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة بتستعيد كامل حيويتك بتتلقى جوابه بتنتظره بتفرح لخبر أو لإنجاز معاملة بتنطلق بهم مهمة طال انتظارها وفيه إشي جديد ممكن يدخل حياتك برضو برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتجتازوا اليوم بصورة عامة هذا اليوم يوم غير مريح صحيا ونفسيا لأن القمر صار ببيت المتاعب رغم عدم موجود أي مخاطر ولكن بتكن تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وتخلدوا للراحة وحاذروا من بعض المحتالين خيبات الأمل الحضوض بهذا اليوم قليل فما تجازف في نوع من أنواع التأخير أو فوضى ومن المستحسن عدم الارتباط من مواعيد مهمة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أهم شيء إنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير ممكن اليوم يعني الطاقة العالية هاي تخليك تحقق نجاح بتفرح بوجود أحد الأصحاب أو بإمكانك ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم وبتنجحوا في إثبات جدارتكم ونالرضى المسؤولين منكم أشخاص اليوم ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم شيء إنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال بل كن هادئ قدر الإمكان معني لأن الجو في غضب وفي عدائية فبدك تحاضر الخلافات اليوم ممكن تكرم أو تحصل على فرصة مهمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت اليوم الاتصالات الخارجية والتعامل مع الأجانب اليوم ممكن يصلكم خبر صار من بعيد أو تشعروا بقوة العاطفة مع أحبائكم وهذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج أو تسوي مهمة ممكن تهتم بهواية جديدة بتكون حيويتك عالية جدا ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر